السهل الخير عليكم بداية أسبوع جديد النهاردة 21 سبتمبر هو اليوم الدولي للسلام كما أقررته الأمم المتحدة لكن مع الأسف يعني يأتي عام 20-24 21 سبتمبر اليوم الدولي للسلام وسط صراعات في كافة أنحاء المسكونة بنشوف في لبنان بيحصل إيه بنشوف في غزة بيحصل إيه بنشوف ما بين أوكرانيا وروسيا بنشوف حتى في أمريكا اللاتينية بنشوف حروب أهلية في أفريقيا وعندنا في السودان يعني المسألة الحقيقة يعني بيأتي اليوم الدولي للسلام بدلا من أن نحتفل بوجود سلام ومحبة بين الدول والأفراد لا صراعات قوية جدا لكن الشيء بالشيء يذكر أيضا أن مصر ساهمت كثيرا في اليوم الدولي للسلام وساهمت في السلام في المنطقة وفي على مستوى العالم يعني بالوثائق مذكور داخل الأمم المتحدة الفقرة التانية زاملتي شرين الشاي بالحقيقة تستضيف معاون وزير الشباب والرياضة للحديث عن المشروع القومي بداية جديدة لبناء الإنسان وبمناسبة وزارة الشباب والرياضة النهاردة من الأخبار المهمة والتي أثلجت صدورنا الحقيقة أن سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني أمر بإعادة تقييم المنظومة الرياضية كلها وكمان وجه بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس عشرين واربعة وعشرين ويعني أمر بتنفيذ حزمها من الإجراءات الفورية لتطوير الأداء في المنظومة الرياضية بمعنى أنه يعني قال أنه يعني محتاجين أولا نقلل في عدد الأفراد اللي بتروح البعثات دي نمرة اتنين الرياضات اللي مش متميزة فيها مصر اللي بتشارك ما نأهل الأول الولاد ونكسف على الرياضات اللي احنا نتميز فيها وخيرا فعل الحقيقة لأنه يعني فيه ملاحظات كثيرة على الاتحادات الرياضية في مصر وكمان صرح المتحدث الرسم باسم رئاسة الجمهورية بأن الإجراءات اللي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن إجراء مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد وأزعم أنه هيبقى فيه محاسبة كمان لمن أساءوا إلى سمعة مصر في بعض البعثات دي يعني فيه فرق وفيه اتحادات أساءت لمصر هناك فلابد أن يكون هناك محاسبة وأعتقد أنه ده جيف السياق أيضا توجهات سيادة الرئيس بس إحنا مش طلعين رحلة يعني إحنا طلعين نمثل مصر وطلعين يعني نجيب مدليات لمصر ونساهم بشكل أو بآخر في الرياضة العالمية خليني أقول معاكم شوية منشتات ونقف عند أخبار بعينها لأنه عندنا خبر كمان أنه قريتين في أسوان أصيبوا يعني الأسر فيها بنزلات معاوية معاوية يعني كل الأسر أكلت أكلة واحدة وكان فيه قيء وإسهال ونزلات معاوية أربع مستشفيات اتملت والبيوت كمان فيها مشاكل صحية وعندنا بيان من وزارة الصحة ونأخذ مدخلة تليفونية لكن ده من الأخبار المهمة المنشتات رئيس الوزراء يتفقد اليوم أربع مصانع أدوية أربعة مصانع أدوية بمدينة ستة أكتوبر وزير الخارجية توجه لنيورك للمشاركة في أعمال الجماعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للصومال لبناء القدرات الأمنية والعسكرية انطلاق العام الدراسي في عدد من المحافظات وحضور كامل للطلاب كل ساوا أنتوا طيبين وزارة التعليم تحذر من استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب مع بدء الدراسة وزير التعليم يبدأ جولته في سهاج بتفقد مدرستي أسماء بنت أبي بكر الثانوية للبنات والشهيد نبيل فراجي الابتدائي وزارة العمل تعلن عن 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبع النووية المؤتمر الأفريقي للكبد دعم الرئيس السيسي سبب نجاح مصر في القضاء على فيروس سي وزارة الزراعة 6.4 مليون طن صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام غدا مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنصيخ القبول بكليات جماعة الأزهر محافظة مطروح بداية جديدة تقدم خدماتها من اليوم الأول بمناطق المحافظة محافظة القاهرة يحظر هدم الكسور والفلات أي كان طابحة دون العرض عليه بعد مرور 93 يوما و15 ساعة نهاية فصل الصيف اليوم والخريف يبدأ غدا دعا الورق فيارب يحصل كلا 12 مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ترفع عدد الشهداء لـ 41 391 شخصا نقص الأدوية موضوع برضو يعني يسبب الصداع في يعني رأس المجتمع المصري في هذه الفترة إلا أنه بدأت تحدث انفراجها وكان لابد من زيارة المصانع الأدوية والوقوف على مشاكلها وكما صرح أيضا يعني دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مصر لها تاريخ في صناعة الأدوية رئيس الوزراء تفقد اليوم أربعة مصانع أدوية بمدينة 6 أكتوبر والجولة كانت الحقيقة بيستحب مع دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وهو أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أخذ أيضا فريق كامل الوزير وزير الصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء أيضا للتنمية الصناعية كان معه وزير الإسكان كان معه محافظة الجيزة كان معه أيضا رئيس هيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وأيضا رئيس هيئة الدواء المصرية كل المعنيين بصناعة الأدوية في مصر وقف على فكرة النواقص كيف ننتج ونسد النواقص الموجودة وكيف نخفض الفاتورة الاسترادية لهذه المنتجات بشكل كبير معي على الهاتف الكاتب الصحفي حسن أبو خزيم مسؤول ملف رئاس الوزراء بروزا اليوسف برحب بك أستاذ حسن أستاذ عاطف مساء الخير على خطرتك والأستاذ المشاهدين الهدف من الزيارة في منشط وبعدين نخش على التفاصيل الهدف من الزيارة هو الوقوف طبعا على كل الاحتياجات ومنذلك الوقوف على كافة نواقص الأدوية وكنا مع رئيس مجلس الوزراء في هذه الزيارة زي ما حضرتك تفضلت لتفقد طبعا أربع مصانع الهدف هو يعني كل الدعم لهذه المصانع وغيرها طبعا من مصانع الأدوية وزي ما حضرتك تفضلت الدولة المصرية رائدة طبعا في مجال الأدوية وصناعة الأدوية ولذلك يتم الحديث خلال هذه الفترة عن توطين صناعة الأدوية بالإضافة طبعا توطين صناعة المواد الخام هو ده يعني لب الموضوع لحين توطين يعني صناعة المواد الخام النهاردة واحد من أهم المشاكل أنه السبب نقص الأدوية أنه الاحتياطي الموجود عند كل الشركات اللي قاعد فترة كبيرة جدا خلص وهم ما أنتجوش جديد علشان سعر الدولار والمواد الخام أعتقد أن دي كانت واحدة من المشاكل التي اتعرضت أمام رئيس الوزراء كان إيه الرد؟ نعم يعني كانت واحدة من المشاكل هو عملية المواد الخام ولكن استطعت طبعا بعد توفير طبعا الدولار والعملة الصعبة لشركات ومطانع الأدوية أنهم يقوموا طبعا بتوفير مثل هذه المواد الخام من الاستيراد من الخارجي يمكن يعني خلينا برضا ندي فكرة للسادة المشاهدين كان لدينا حوالي خمسمائة وتمانين دواء ناقص خلال الفترة الماضية استطاعت الدولة المصرية بتوفى ربعمائة وسبعين ويتبقى مئة وعشر دواء ناقص زي ما قال رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحف الذي عقدوا معنا في نهاية الجولة خلال الفترة المقبلة سيتم توفير كل الأدوية النواقص ومن ذلك ومن ذلك بتأتي مثل هذه يعني وهمية هذه الزيارة وحديث طبعا يعني مع المصنعين والمصنعين بالنسبة لي صناعة الدواء أنت لا تقوم طبعا بتوفير الدواء للسهلاك المحلي فقط ولكن عينك على التصدير يمكن العام الماضي تم تصدير ما يقرب من واحد مليار دولار من الأدوية ولكن إن شاء الله زي ما قال رئيس مجلس الوزراء في عام أو قبل عام عشرين ثلاثين هتصدر بحوالي ثلاثة مليار دولار طبعا ده شيء مهم جدا بالإضافة طبعا عملية جذب الاستثمارات الأجنبية لصناعة هذه الأدوية والمواد الخام زي ما قلنا بتحدث يعني منذ لحظات الصدقات ده مهم جدا وهناك عدد كبير طبعا من المستثمرين طبعا بيقوموا بإنشاء مثل هذه المصارع حتى بإنسبة لي الشركة القبضة للأدوية كانت هناك مشاكل فيه هذا الأمر يعني بالنسبة لي خطوط الانتاج يمكن يتبقى خط انتاج واحد فقط اللي هو يعني ما شغالش فيه الشركة القبضة للأدوية يعني بيتم توفير يعني خطوط الانتاج والهدف هو زيادة يعني الانتاج زيادة التصدير من أجل طبعا توفير كل النواقص في الأدوية إن شاء الله شكرا الأستاذ حسن أبو خزيم مسؤول ملف رئاسة الوزراء بروزا اليوسف نطلع لفاصل ونرجع نتكلم على بداية العام الدراسي الجديد كل سنة ونطيبين جهستوا طبعا اللانش بوكس وجهستوا الكتب وجهستوا كل حاجة وديتوا لأولاد وفي ناس هتروح بكرة هنتكلم على النهاردة إيه البداية بتاعة العام الدراسي الجديد كل سنة ونطيبين بداية عام دراسي الجديد بدأت في مدارس ومدارس ثانية تبدأ الحد بكرة والنهاردة شهدت أغلب المدارس الموجودة حضور تام للطلاب يا رب دايما يبقى عندهم هذا الشغف وهذا الحضور وزار سيدة الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعض المدارس وكان ليه بعض القرارات خلينا نوقف عند بعض القرارات كده أقول هلكوا سريعا يعني خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموعة في السنوية العامة لا يوجد تابلت للمدارس الخاصة والكتب موجودة على موقع الوزارة كوسيلة ومصدر للتعلم إضافة وحدة من الجيولوجيا على مادة الأحياء في السنوية العامة لا تغيير في طريقة امتحانات السنوية العامة البابلشيت يعني مستمر اللي هو اللي يبقى فيه دايرة وتعلم على الإجابة المزبوطة آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بمتحانات السنوية العامة فيه عشرين خمسة عشرين والمعلم الذي يرغب فيه زيادة مرتب ويحصل على حصة زيادة مقابل خمسين جنيه للحصة الواحدة طيب خلينا هنكمل بقية القرارات اللي قالها إعادة النظر في تأشيرة فوق الكثافة لطلاب المدارس من العام الدراسي بعد المقبل تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي من العام الدراسي بعد المقبل معي على الهاتف الكاتب الصحفي محمود طه مسؤول ملف التعليم بجريدة اليوم السابع برحب بك يا أستاذ محمود أهلا بحضرتك وزعادة بكل أستاذ المشاهدين طيب أستاذ محمود يعني إيه أهم الملامح اللي يتميز بها بداية عام دراسي جديد غير للوزير جديد في الحقيقة طبعا العام الدراسي الارضع عشرين خمسة عشرين عام دراسي مختلف في مجموعة من القرارات أعموها طبعا قرارات خاص بخفض الكثافة الطلابية للفصول الدراسية زي ما كنا عارفين المدارس في بعض المدارس كانت تعاني من كثفات مرتفعة وده طبعا كان يأثر على نسبة التحصيل الدراسي لدى الطلاب وأيضا يأثر على المجهود اللي بيوزل من قبل المعالمين داخل المدارس في الحقيقة طبعا كان الوزير من الوقت ما جاء في شهر يوليو الماضي اشتغل على فكر التقليل الكثافات الطلابية في المدارس وطبعا ده كان سبق أنه هو عمل مضموعة من الزيارات الميدانية قبل انطلاق العام الدراسي الارضعي ويوجه بخفض الكثافة الطلابية لأخل من 50 طالب في الفصول الوزير أعلم بشكل رسمي أنه في حوالي 95% من المدارس تبقى فيها الكثافة طلابية من 50 طالبا في الفصول في 10% من المدارس تبقى الكثافة بتاعتهم تترعوش من فوق 50% لحد 60% طالبا طبعا كمان الوزير أعلم أنه عشان يعني نقلل الكثافات بشكل كامل المحتاجين لحوالي 250 ألف فصل دراسي جديد يتم بنائهم هل يعمل بالفترات المسائية في بعض المدارس؟ طبعا معهم ضمن الحلول يا فاندي مليتان طرحها ومنقشتها من قبل هي الفترة المسائية من قبل المدريات الوزيرات التعلمية المنقشتها من قبل الوزارة هو فكرة العمل بنظام الفتراتين بلغة البنجي بونجي علشان يعني الوقت قليل جدا فكرة أن في تحذير من العقاب البدني والنفسي للطلاب في المرحلة الابتدائية والعدادية والسنوية طبعا أكيد طبعا الضرب محظور بكل أشكاله وأنواعه وأيضا التعدي باللقظ ممنوع وطبعا هناك لايحة انضباط موجودة وتم طبعا إرسالها للمدريات والإدارات والمدارس الوزارة يعني نتنقل لنقطة تانية لا ترجع عن إضافة العربي والتاريخ لمجموعة طلاب المدارس الدولية ده قراره تم حولا واحدا بالضبط ده قراره تم اتخاذه ولا راجع كثير بيه اللي يضمن الحضور الطلابي في المدارس ونرجع زي زمان الولاد موجودين المفروض أن الوزارة قالت أن الأعمال السنعة تضمن حضور الطلاب كمان الوزارة وقيت بتفعيل الأنشطة داخل المدارس لجذب الطلاب أيضا تفعيل مجموعة الدعم والتقوية والدعم التعليمي من شأنها جذب الطلاب للمدارس شكرك الأستاذ محمود طلاب مسؤول ملاف التعليم بجريدة اليوم السابع هنطلع لفاصل ونشوف حكاية القرى اللي في أسوان دي إيه اللي حصل هناك الخبر اللي معنا عن القريتين اللي في أسوان وأصيبة الأسر في القريتين دول بنزلات معاوية وصدر بيان عن وزارة الصحة والسكان في إطار المتابعة المستمرة على مدار الساعة للحالات المصابة بأعراض نزلات معاوية بأسوان طلق تقرير الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان من الفريق المركزي اللي مر على أربع مستشفيات وبرضه مر على بعض المنازل في هذه القرى ويعني لسه بيرصدوا الحالات بتاعت النزلات المعاوية دي مش عارفين إيه الأسباب يعني لم يذكر في البيان الصحة في الحقيقة الأسباب ولكل ما ذكر عن جهود الوزارة والوقوف على الوضع الصحي للحالات المصابة لكن يمكن عند الصحافة معلومات أخرى الأستاذ وليد عبدالسلام الكاتب الصحفي مدير تحرير اليوم السابع معي على الهاتف برحب بيك أستاذ وليد سهلا وسهلا بحضرتك يا فاند معلش إيه معلوماتك عن النزلات المعاوية اللي حصلت في أسوان دي بالنسبة للنزلات المعاوية اللي حصلت زي ما قلت لحضرتك كده هو فيه اللي جانب دلوقتي اللي تقصي الحقائق بتسحب عينات من محطات المياه ومحطات الصرف علشان تشوف إيه السبب اللي عمل الإصابات وعمل المشكلة قد يكون يعني اختلطت مياه الصرف بمياه الشرب لا ده أحد الاحتمالات أحد الاحتمالات لكن مش هو السبب الرئيسي أو الحقيقة فيه يعني لأنه لسه لم يصدر أي بيان بالمعلومات المؤكدة عن حقيقة الإصابات وأسبابها لكن الوزارة بسرعة الأهم دلوقتي هو إدراك المسؤولية الخاصة بتوفير البعاية الطبية والمتابعة العلاجية للحالات اللي هي مصابة فعاليا ده مهم جدا والحقيقة الوزارة شغال عليه وبدأت يتم عمليات مسح للقرية اللي حصل فيها المشكلة وليه قرية دراو وجاري عمليات المتابعة دلوقتي عشان يقفوا على الأجباب لكن الحالات الصحية للناس اللي يصيبهم بنزالات معوية بخير وما فيش أي مشكلة حصلت لهم حضرتك متابعة أستاذ وليد يعني حالك مسؤولة عن الصفحة العلمية في اليوم السابع ولا متابعة مع الوزارة ولا إيه لا وأنا مدير تحرير القطاع الطبي في اليوم السابع كويس أوي هل في أي معلومات حديثة يعني النهاردة من الوزارة جات لك لا لسه لحد النهاردة ما فيش أي بيانات رسمية بتحمل أي معلومات جديدة خلافا عن بيانات ذكرات الوزارة بشكرك أستاذ وليد عبد السلام مدير تحرير اليوم السابع يعني نتمنى الخير للجميع طبعا هي حالة غريبة لكن يعني أكيد هنعرف إيه السبب وأنتداركه بسرعة ونعلم بشفافية شديدة جدا إيه اللي حصل لأنه ممكن تترك الحكاية لمواقع التوصل الاجتماعي للناس اللي عايزة تتصيد أي أخطاء لمصر فيعملوا بالبلع الفاضي لكن المعلومات لما تطلع بشفافية شديدة جدا من الوزارة المختصة ده ينهي أي شائعات انتهت فقرتنا الإخبارية بعد الفاصل شرينا الشايب واللقاء حول وزارة الشباب والرياضة احفظ يا رب بلادي وشعب بلادي وإلى اللقاء شكرا